بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الثالث من مدار السبط الله يعطيكم العافية حبايب الحلوين إحنا إن شاء الله اليوم هندخل من الوحدة الثامنة عنوانها جمع البيانات وتمثيلها جمع البيانات وتمثيلها الآن يا ثالث عنوان الوحدة وجمع البيانات الآن يجب أن نعرف ما معنى كلمة البيانات ما معنى كلمة البيانات اتبعوا معي جيدا الآن سوف أعرض لكم معنى كلمة البيانات هي مجموعة من الحقائق أو القياسات أو المشاهدات التي يمكن أن تكون أرقام أو رموز أو أحرف تختص بفكرة أو موضوع وعند تجميعها يصبح لها معنى مفيد وتصبح بعد ذلك معلومة يمكن الاستفادة منها يعني إذا كان عندي عدد من الأقلام وعدد من المحيات وعدد من البريات وهي محطوطة في صندوق كلهم ما بعض محطوطين هل أنا بقدر على السريع أحكي كم مجموع هذه الأدوات؟ لا إلا إذا قمت بتنظيمها وترتيبها بمجموعات نعم أستطيع أن أقول لدي مثلا ستة أقلام أربعة بريات خمس محيات هذه معلومات إذن البيانات هي مجموعة من الحقائق قياسات ومشاهدات التي يمكن أن تكون أرقام أو رموز أو أحرف عند تجميحها وترتيبها بشكل جيد أحصل على معلومات إذن البيانات هي مادة خام للمعلومات هي التي تصنع المعلومات هي التي تصنع المعلومات يعني لدي مجموعة من الحروف يمكن هذه الحروف مقطعة أستطيع تركيبها أكون كلمة إذن عند تكوين الكلمة هذه معلومة بينما البيانات هي الحروف المقطعة ننتقل معاً يا أبطال إلى الدرس الأول جمع البيانات وتنظيمها المفردات الجديدة رح نتطرق إلها هي البيانات اللي سبق وعرفتكم شو معنى البيانات مجموعة من الرموز والرقام والحرف يمكن تجميحها ترتيبها بشكل أحصل على معلومة جدول الإشارات الآن أريد أن أفصل لكم جدول الإشارات لكن بداية خلينا ندخل على المثال اللي أمامنا سأل معلم الرياضية طلبة الصف الثالث عن أحد أنواع الفاكهة التي يفضلها كل طالب من بين الأنواع الآتية يعني المعلم حددنا ثلاث أنواع عنب موز ورمان وسأل طلبة الصف كل واحد يحب من بين هذه الأنواع فكانت إجاباتهم كما يلي مجموعة أول طالب حكى موز الثاني عنب رمان عنب موز موز رمان وهكذا إلى آخر قطعة حبة تمام؟ الآن هذه طالب هذه الصور اللي أمامكم هذه عبارة عن بيانات عبارة عن بيانات الآن من خلال هذه البيانات أنا إذا قمت بترتيبها بشكل معين أحصل على معلومة إذن إجابات الطلبة هنا تسمى بالبيانات لأننا لا نستطيع الحصول على الإجابة بشكل سريع إلا بعد جمعها وتنظيمها إلا بعد جمعها وتنظيمها يعني انظروا الآن انظروا لهذه الصورة هل تستطيعون أن تحددوا سريعا سريعا عدد الطلبة الذين يفضلون العناب؟ لا هل تستطيعون سريعا أن تحددوا عدد الطلبة الصف كامل؟ لا إلا إذا قمت بتنظيمها وترتيبها أو عدها بشكل منظم تمام؟ لاحظوا الآن شوفوا معي ننتقل للشريحة الثانية أحسنتم هذه أمامكم أصبحت مجموات إذن أنا أستطيع الآن بكل سهولة أن أعرف كم طالب يحب العنب كم طالب يحب الموز وكم طالب يحب الرمان عندما قمت بتنظيمها وترتيبها هذه البيانات إذن وضعت في ثلاث مجموعات الأولى تضم العناب والثانية تضم الموز والثالثة تضم الرمان إذن هذه المجموعات أحسنتم أصبح أستطيع أن أجمع منها المعلومة التي أريدها بكل سهولة لأنها منظمة طبعا تسمى المعلومات التي حصل عليها الطلبة حول أنواع الفاكة هي البيانات وبعد ترتيبها وتنظيمها تصبح معلومات الآن لسهولة التعامل معها أكثر وأكثر يا أبطال الآن أريد أن أعرفكم على جدول الإشارات جدول الإشارات هيا يا أبطال لاحظوا معي انظروا جيدا إلى جدول الإشارات الشحطة الواحدة تعبر عن واحد عنقود واحد أو حبة موز واحدة أو موز واحدة الثلاثة يعبرون عن ثلاث شحطات يعني عنقود عنقودين ثلاث وهكذا طيب الخمسة معا واحد نين ثلاث أربعة خمس عنقيد من العنب انظر كيف واحد نين ثلاث أربعة طب وين رقم خمسة هايو شفتو هاي خمسة ليش حتى يسهل طريقة العد بسرعة وصير أطلع جدول الإشارات على السريعة خمسة واثنين سبعة على السريعة هون خمسة وخمسة عشرة ودعش صح؟ إذن كل مجموعة يعني حزمة تحتوي على خمسة احفظها هذه حزمة تحتوي على خمسة تبه جيدا أربعة خمسة تساعدني في عملية العد السريع تمام؟ هذه هي جدول الإشارات إذن أول شي جدول الإشارات تتكون من عمودين نوع الفاكهة والإشارات نوع الفاكهة أستطيع التعبير عنه برسم العنقود أو حبة الموز أو حبة الرمان وأستطيع أيضا أن أكتب كلمة عينب أكتب كلمة موز أكتب كلمة رمان يجوز تمام؟ الآن انظر جيدا سوف أعبر عن هذه المجموعة بالإشارات لاحظوا جيدا كم عنقود من العنب؟ واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة بعمل مجموعة الحزمة الأولى اللي بتتكون من خمسة خمسة بقي لدي عنقودين أرد خمسة ستة سبعة ننتقل إلى الموز ما رأيكم بتجميع هذه الحزمة لوحدكم؟ أحسنتم هنا لدينا واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة أول حزمة وهي خمسة والثانية خمسة ورقم 11 هي موزة لحال لوحدها هنا لدينا الرمان واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة أحسنتم خمسة ستة سبعة ثمانية أحسنتم إذن نحن نقوم بوضع حزم حتى نستطيع أن نستخرج المعلومات بكل سهولة كم طالب يحب العنب؟ سريع سبعة كم طالب يحب الموز؟ 11 كم طالب يحب الرمان؟ ثمانية أحسنتم إذن جدول الإشارات سهل لي استخراج المعلومات بشكل سريح ودقيق ننتقل معا إلى الشريحة التالية كان المعلم يسأل الطلبة عن نوع الفاكهة الفضل لديه ثم يسجل في الجدول النوع الإشار بوضع إشارة لهذا النوع حتى أنهى الطلبة جميعهم جميعهم النوع الفاكهة التي يحب طبعا أجيب عن الأسئلة الآتية كما في الميثال معدد الطلبة الذين يفضلون الموز من أين سأحصل على الإيجابة يا أبطال؟ أحسنتم من جدول الإشارات لأنه بيّن لي المعلومات بشكل سريع صح؟ ما عدد الطلبة الذين يفضلون الموز؟ أحسنتم 11 طالب ما عدد الطلبة الذين يفضلون الرمان؟ أحسنتم 8 من الطلب أي أنواع الفاكهة يفضلها للطلبة أكثر؟ أحسنتم كانت الموز بكم يقل عدد الطلبة الذين يفضلون الرمان عن عدد الطلبة الذين يفضلون الموز؟ أحسنتم أقوم بيّ أحسنتم إحضار عدد الطلبة اللي يحبون الموز 11 أطرحها من عدد الطلبة الذين يفضلون الرمان ويكون الناتج 11.8 ثلاثة 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 طلاب ما عدد الطلبة في الصف جميعان؟ 26 طالب أقوم بيجمع الطلبة اللي يحبون الرمان والموز أحسنتم أحسنتم وأقوم بجمعها يكون الناتج هو 26 طالب ننتقل التمرين الذي يليه ترشحت هند وفاطمة وجوان لرئاسة أسرة الصف وصوت الطالبات عن طريق كتابة أحد الأسماء على ورقة ثم فرغتها المؤلمة على السبورة وحصلت عن النتائج الآتية تعالوا معنا نعد كم هذا هو جذوة الإشارات هيا نعد عند كم صوت حصلت واحد هو موجود اثنان أحسنتم ثلاثة أربعة خمسة ها هي حزمة أحسنتم خمسة فاطمة حصلت على واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة أحسنتم حزمة الأولى ستة سبعة أحسنتم الآن نجوان هيا نعد معا نجوان عدد الأصوات التي حصلت عليها واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة خمسة ستة أحسنتم ثمان من التي فازت برئاسة أسرة الصف هي جوان لاحظوا يا أبطال أنني قمت بتعبير عن كل صوت بشهده وضممت كل خمسة معا يا أبطال من التي فازت برئاسة الأسرة هي جوان ننتقل معا إلى تمرين طلبة معلم العلوم إلى طلبة الصف الثالث إحضار دمار برتقال خذراء اللون وصفراء اللون لعرضها في حصة العلوم التي تتناول الثمار الناضجة والثمار الغير ناضجة لاحظوا الآن عرض المعلم هذه الصور هذه بيانات وصمم جدولا أبين فيه المعلومات المعطاة ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه أياما لون الثمرة الإشارات أخضر واحد اثنان ثلاث أربعة واحد اثنان ثلاث أربعة هيا نعود للون الأصفر واحد اثنان ثلاث أربعة أيضا قم بالتعبير عن كل واحدة بشحطة ثلاث أربعة أحسبتم ما عدد الثمار الخضراء أربعة ما عدد الصفراء أربعة لاحظ أنها متساوية أيهما أكثر الخضراء من الصفراء متساوية ما عدد الثمار التي أحضرها الطلبة ثمانية أجمع أربعة زائد أربعة يساوي لنا ثمانية ننتقل معا الآن يعطيكم العافية حبايا بالحلوين وإن شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا إيش معنى الميانات والمعلومات بارك الله فيكم ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر